محمد عزوج بن حليم محمد عزوج بن حليم أخرج في أول سبتمبر 2019 رسلق عليكم أتلاقيت بمحمد عبد الله أنا لما كنت هنا في الزاير و كنت حابة نخرج من الزاير لكي نذهب للخارج تواصلت مع محمد عبد الله كان في تواصل مع زيتوت زيتوت قال للعبد الله قالوا لا يخرج لكي نذهب للخارج لكي نذهب في الزاير لكي يستخدمني لكي نعطيه زعمال معلومات لكي نعطيه المعلومات و كانت فيه فترة حيراك لما أخرجت مع محمد عبد الله ثلاثة أصبح محمد عبد الله ثلاثة أصبح قال لي راك معنا و مرحبا بك و يخص كواله و قال محمد عبد الله قال له تهلافيه و اديه بيته و شوفه نبات كان يستخدمني لكي نقدم له خدمات و نعطيه معلومات و كنا نعرف كش حاجة و لجيني كش معلومات و نقدمها للي هو إرساليات مثلا كي تكون عندي إرسالية و لها كما ما نكون شنايا ما نحطها و لا نبعتها للي هو إرسالية مثلا أو إرسالية الشرطة أو إرسالية تحتشف و نظارها أو لا محمد العربي زيتو هذا عنده استراتيجية كل واحده يحاقه مثلا أنا يعطيني أنه نهطر على الجيش و نهطر على الشرطة عبد الله يهطر على الدرك و يهطر على مؤسسة وزارية أخرى هو يتكلم مثلا عن رؤاسة مثلا بشيبان دبلوماسية هو كان وقع لما كان يتواصل معي و يهضرها في التليفون يقول لي لازم تتكسر المؤسسة العسكرية لازم تضربوا لها البليات العربي زيتو يتواصل معي يقول لي ناقل الكفر و ناقل الفحشي و ناقل الفحشي و ناقل الفتاوه و من عنده و مش عارك من يجيب هذة الفتاوه و أنا ما عنديش علاقة مع الدين و ناقل الفتاوه و يقنعك بطريقة أدبية و يدخل لك بطريقة دبلوماسية و يحاول أن يقنعك و يقنعك حقيقة في الأخير و تقنع و الدين الإسلامي مكاش حاجة حرام باش يقول لي و ما تتكلمش على عائلة عمسؤولة الدولة كما من حقك يقول لي باش تكلم عليها نشوف خاوط محمد العربي زيتوت هو اسماعي زيتوت و ميدود زيتوت اللي متكلفين بال بلا بروباقون و يدخلوا الليجان الشاب بيتواصلوا معهم كما سمع زيتوت يتكلم مع نشاطة احنا في الداخل بس هب يتكلمش معهم فوقال بس ما يعرفوا و يتكلم معهم بلي فوقانت و يعطيهم توجيهات و يعطيهم تعليمات و بساحد الزوج ما يدوش تعليمات مباشرة من ريساهم اللي فايديروا التواحم ما يديرهم شو حدهم و هو ما يديش لا ديسيزيون واحدة هو يتكلم مع مراد دينة تما كان ديرينيون سوكري كل واحد عنده ديرينيون مع جماعته هو يدين مع دينة و جماعت راشا يدينوا دي فايديروت ثم بعد يقاو يدينوا يحملها هالسوطي العربي زيتوت منها ما يسمع زيتوت منها زيتوت و أشيب الشود ووحيد و يزوت محمد العدد الله و كلس ديري هذا فكان يتكره و يتكره يطلقه يطلق لهم لباشة و يكون يتنظر يدخلا بهم يطلقوا ما يصل ولا ي...! أصمعين أن يتحدث يعني مو expectations و بعض قرواتي في فرنسا قال على hayır انها ج Liu قم اقتشاو عندما ين peleلت دم وتعني كلش كايين تليفونات عنده واحد صباط عشان تليفون قلت لها موش عمل خطر يحدي الكاميرا نشوف تليفونات لها صباط عشان تليفون زو تالي زور تناطير وقعد خدام عنده حوالي 24 صفحات فيسبوك اسمي عزي توفتر عنده دي كوميرس وغلقهم ما عندهش بزيك من يغلقهم الاموال اللي عايش بهم هو عايش بدرها من فايببال من عندي من عند امير عايش من عند اموال محمد عبدالله تعالكراميو تتاعه تما عنده مصاريف من النومن عنده مصاريف من النومن تما ينضيقه في الشهر يدخل مهتيك ثلاثة اربعة الاف اوروب لما يخدم الميلوت زيتوت ايضا الميلوت زيتوت خدام في شركة انفوماتيك يخدم دي بيوش صغر تعالى ميموار في بلجيكا يخلق من النومن في الاتسنس في بوغل في اليوتيوب في ليكانيو تاني يتلقى اموات من عند راشاد يقوموه ويدعموه وهو ثاني يمد الأوامر للشباب ويمد الأوامر لل اللي عندهم صفحات واللي عندهم تقطير ويعطيهم ماش يقولوه انا مثلا كاني عايش ان يقبل اللايب النص يقلي هويش تقولهم هويش تقولهم في اللايب بالحرف بواحد أسيا قشود هذي أنا ما كنتش نعرفها مقبل والأصلا ما كنتش نحملها بقع لأنه هي دائما نشوفي روحها بليقى الناس تحشق فيها وبعدها ستبتحبها وبعد الناس شو اللي رايح معها في الخط بتالفتر الأخرى لما نعتق له محمد عبد الله وحبته بدأت تعيط لي وليدي كيرا قايا يلا باس بخير كش ما يحصك نعاونك راني هنا نشوف لك دي زابوكا ريق ليك هي تحاول تجبني عندها أمير دي زاب يحاول تجيبني عنده محمد العربي زيتوت يحاول تجيبني عنده بدأت هي تحاول تجيبني عندها ثاني تكسبني عندها دائما باش يحاولوا انهم يجيبوا ذات الإنسان اللي يكون معروف باش يتكلموا عليه باش هما يبانوا يديروا به باس والدائما نعاونه في نجيب دي زابوكا ريق لي قضية محمد عبد الله اللي حاكمها هي وشدرت هي ومحمد العربي زيتوت محمد العربي زيتوت ثاني وهو يعمل بها في هذا الشعور الدومية مكون جمعية اسمها جمعية محمد عبدالله في باريس اللي يقود هذه الجمعية كمبلة في الحقيقة مول الباش كما يقولوا مول الباش والعربي زيطوت ما هيش أسيق الشيطان يواجه هاور عيطة لي بلت تتكلم معايا ودرت الجمعية محمد عبدالله هي محبة الدخمية في الجمعية محمد عبدالله معاهم لأنه هي كانت عندها مشاكل وكانت دائما تحاول انه تقطع عليه المعلومة ما تعطيش المعلومة على محمد عبدالله لأنه زوجة محاززة محمد كانت تحكيلها لو أسرع لولي ومتوى الشارع أو وش قالوا له هذه أسيق الشوت أداتني عند المحامي تع محمد عبدالله اللي هو تريكو هذا يقول لي في باريس 14 يوم في باريس لأبوك هذا تريكو وكذلك قضية للجوء قال لي قضية للجوء ما عندي من دلك فيها عبدالصمار عاية الفتيريفون قال لي روح نديل معك حصة قال لي تيرك تحت الضغط هنا في فرنسا قال لي أنا مدابية قال لي أنا يعرفوني بزاف هنا وكذلك قال لي أنا مدابية تحضر معي في حصتاتي قال لي باش نعرفك عليهم ويعرفوكم ويعرفو القضية قال لي ويعاونوك هنا في اللجوء في فرنسا كنت عايش بالمصاريف طلبت اللجوء قبل حقى في 18 سيطومبر طلبت اللجوء كي تطلب اللجوء يعطوك مصاريف كان يعطوني 500 500 أورو أحيانا كان تتكفيق أحيانا لله أحيانا كانوا يمدوا لي مصر أحيانا كان يبعث لي زيتور أحيانا كان يبعث لي أامير كان يبعث لي من درع من نهار اللي دخل كان يبعث لي إلا ما يبعث ليش هو كان يبعث لي ناس وحد أخرين هو دائما باش مي هو دائما باش يتهربوا من من راقابات من رقابات لأنه هو متاني أيضا في أوروبا رامضة تطاة تحت العين رامضة تحت المرقبة هو أمرديزيل أمرديزيل عنده بلس دو صون ميل أورو عند العربة زيتوت مخبيها عن سماعي زيتوت وعنده بلس دو صون ميل أورو مخبيها عن فقسوحة ملس دو صون ميل أطلق لها سماعي زيتوت قال يدراه ما رهم عندي قال يني شادوا مني دولي تجهوا قالي ما يتحركش شادين عليه لماذا أمار ديزاد ديرنيرمو بدأ يتحفي دراهمو مع نسماعي زيتوت وبدأ يتحفي دراهمو مع نبو قزيوحار يخدي فيه مضرب عنا تسيبه لأنه هو ستشده من يدولي توجعه هو حبي يتحرر من هذا القبضة قال لك نضي دراهمي ونكسب نضي أموري ومن بعد أن نخرج معهم في سيرعة في مواجهة أمار ديزاد ميمتك بزر دراهم أمار ديزاد يمدله للناس اللي هنا الداخل اللي عندها صادة كيمة تجديد كيمة هذو يمدلهم دراهم بس دائماً برحم الإعلامي هذو يمدلهم دراهم بس كي يخرجوا يتكلموا عليه في قوت 2021 أنا طلحت لفرنسا سبتمبر أوكتوبر كنت في تواصل معاً وكنت اتلاقى مع أمار ديزاد في سبتمبر 2021 وكتوبر 2021 كان أمار ديزاد يقول لي نشوف لك لابوكا تاعي وننريد لك مع لابوكا تاعي أنا ما عارش لابوكا تاعي في أكتوبر 2021 عيقلي أمار ديزاد داني لابوكا تاعي و جاك لويتام أروند اسمه شموه أوليفي فوكس في باريح دال السفارات عدزائر في لاريد لزبان لابوكا تاعي جويف عيقلي الداني معه لابوكا أنا ما عنا بايش بلي لابوكا تاعي جويف و يخدم معلي سيرفي السكر فرنسي ما عنا بايش بيهان هذي أنا هذي اللي قالي عليها قد عليها سماعي الزيتوت سماعي الزيتوت هو ودي تواصل معايا و يكملنا معد لابوكا قالي لابوكا تاعي جويف و لابوكا تاعي يخدم معلي سيرفي السكر فرنسي و غادي يريقلك قالي بصحي يطلب دراهن باش يريقلك باش يفوت لتدوسي تاعك مع جماعة الديستي تاع فرنسا أنا رحت عند لابوكا تاعي و لابوكا تاعي تكلم معي حكيت له جيتم اسبانيا و عصاك لي وطلبت له في ففا في اسبانيا وطلحته في برد قالي أوكي قالي مشي مشكي قالي قال لي اه ركاؤك سمعي زي طاط تواصل معي اليومين قبل ما يحكموني قاليش بني عرف المسكهة تاعك قلت له مكسر يعرفه قلت له يعرفه غي الامر دي زاد هذي صرت لي قبل ما اعتقلوني ل 24 جون فيديو صرت لي بواحد اليومين قبل عيط له هو وتواصل معي قلت له علاش بشكينك قال لي امر دي زاد راييوصل لك في ميساس قال لي قال لك الزوجة التاعي اللي هي بياست مي سيداني هي اللي استكتليك عند عند عناصر الشرطة مع المحامي تاعو هذي الجويف قلت له واش دهلو في الشكواء قال لي بيالهم بللي هذي عسكري وكان صاحبي وذرو كراهو جبد عليها ويعرفني من نسكن ويعرفني واش ندير واش نخدم وكيفاش نصور وواش هو التخمام تاعي قالهم اني خايف زعمي كاش ما يهضر علي او لا ثم كان يحاول يتخلص مني دايني في 24 جنفي رفضتني الشرطة الفرنسية ودالوني تحت الإقامة الجبرية ما جاتنيش في مخي كيفاش واحد لي يقول لك ما الأحرار وحناية والنظم أذى الدولة وكذا السبب هو انه من الفيديو تاعبو نويرا صارت له عقدة نفسية وكان عنده ثاني كان عنده رحمة بعده مشاكل مع زيطات علش دوسوا لأنه امر ديزاد ما هو ليش يعرف وش رح صارين محمد عبد الله وليس يعرف مداربه في بعض حالة أجل قضية محمد عبد الله أجل قضية محمد عبد الله وقد دي السببت على المعلومة ها باش فيه باش يديروا البيض باش كاش يدخلوا بهم شو يدراه في اليوتيوب وصي هذا ماتن باش يديروا بهم البيض خاصة امر ديزاد امر ديزاد خاصة هو هو أحب أن يدير بيرز وفي لايف واحد يدير ألف أورو ليلة في لايف واحد يدير ألف أورو هو كان في الشهر يضرب واحد السبعة ألف أورو بلال بايبال بايبال نشفى لها سماعي زيتوت في دوليامات قال لي عليها قال لي كان يضع بايبال في ليلة واحد يدخل عشر ألف قال لي وكان يقول لهم دراهام المعتقالين قال لي بسا ما كان شي مت قال لي ولل وكان مرت محمد عبدالله لأن مرت محمد عبدالله وكانت مرت محمد عبدالله قلت لها دراهام مع المرت محمد عبدالله وكانت أدخل الهوم وكانت أعطيها لهم وعلى ما تديرهم شيئا في اسمها الكانيوت عندك واحد يمكنك أن تدير لها تدير اسمها كما قال هي المسؤولة للكانيوت هي مسئولة المكانيوت و تخرج هي الدراء زوجة محمد عبد الله لا يستهدر مع أمير زاد لا يستقل في معلماتها محمد عبد الله لأن زوجها و هي راه في الخارج لا يستهدر مع عقابها ولا جايبها عقابها لا يستهدر معه لأنه أعرفته بأنه إنسان مسخ الناس قاتلوا و دراء الناس قاتلوا على بلها بابه بأنه إنسان مسخ يستخدم الناس حتى أنا دنيف و عندها عدة 14 أعرفت بأن السعيد توا وحكاية أداره الحكايات يضربوا الى الحراك وقال أداره بالعاني ويقوله يغتصبوا في الناس ويضربوا في الناس ويعذبوا في الناس الحكاية أداره في الوضع نحن عيطنا في الوضع وقصبنا الغاء من ذلك في الوضع كان يتواصل معهما وفي نفس الوضع صررت القضية أداره فيديو أو يقولون أن يغتصبوني الشرطة ومعلى باليش ومعلى السلق ماذا يفعل؟ أمير ديزال أمير ديزال هو هو الذي نصب هذا الفيلم وهو الذي قال لهم هاشا تقولوه هاشا تهضروها من تخرجوها واش تقولوه هو اللي يفعل هذا الفيلم وهذه الزيتوت على بالها بها وهذه اللي أزادت أزمة في علاقة بيناتهم داني أرمو بعد ما حكمتني الشرطة الفرنسية وصرت لدبريسيون قررت أنني غادر من فرنسا لنذهب للأجليز محمد العربي زيتوت هو اللي يتواصل معي وقال لي كي شخص من إيرلندا هذا هو اللي يتديك الوزمو يتديك البريطاني تواصل مع الجميع في الترك قالهم بلي يخدموا لي باسبور فرنسي وبطاقة إقامة فرنسية اسمه زور إسحق سيمون وباسبور فرنسي مسلوك محمد العربي زيتوت تواصلت معه تواصل معه بوحد الأسبوع وشبوعين قبل ما ندي ماري قبل ما ندي ماري بورتيغال قلت له بلي أني رايح ووجدوني وثائق قلت له مجدولك وثائق قلت له مزمونة قلت له أنا معي بايش قلت له ازهر وخلاص قلت له اوكي قلت له خلاص رانا كين دي ماري نقولك محمد العربي زيتوت على باله على الخمسة بش نركب قلت له ضع 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 اضع ضع 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 يقولوني وهاجه يجب لي ال図 Dipaps Paul هاجه الذي حيثه فقد علاله قال Moちه May 21 عدن هو 17 أشヒ الoire 18 المارس Love بدأ يتكلم معي وبدأ لي يجب لي ووسك و المترجم اجيب العادي ويمكن الوزرك وじゃسي المترجم هذا صح هذا collecting nécess بهذا الناس ارواح و مظاهرات وقال لي يا زيتوت خاطئه ومشيه وما كاش على بالو هادي تاع الباسبور اسمعي زيتوت واصل معي لفنتية مارس لفنتية مارس مع المغرب قال لي احنا يا رانا نعاونو فيك ورانا نتهضلو فيك ورانا نجيبين الديزافوكا ورانا نخلصو فيهم ورانا نواقفين ورانا نخدمو في خدمة كبيرة كمبرها لكي ردها حياء ذاك شخص المونديال بعد يقول لك قل لي دينلي دي فيديو على اساس انهم غادي يعذبوك وعلى اساس انه لو كانت تتكلم كاش حاجة بعد شغلهما باش يبروتجيوا واحد وكان لك ما نقول الحقيقة ولا ندعاون ولا نقول كيفاش يخدموا ولا كيفاش يخطة ولا وش هو البلونتاحة بس دايما يبروتجيوا واحد انا قلناك هام جابو هام طربو هام عطاوهور او قل له هثر وهذا الفيديو درتو ما درتوش من راح تروحي الفيديو درتوش من غادي هيا باني اضيطيك طبعا لم أعدي شما غادي اضيطيك اضيطيك من غادي اضيطيك وكيف يخارجي ونهار الفيديو قلت فيه بلاي انه لو ترىني اما هادرت الي وتكلمت بلاي اضيط التعديد انا متعرضت التعديد مكان يضربني مكان يدوشاني مكان ييطريك مكان يهذر معيه مكان يدينالييه مكان يسبني ويما اللي جيت الحمدول اللّه متهلين فيها كليت شرب ترقت راني تحت عند الامن صح هذي بروسيودير قانونية لازم تندار لازم سيلون لازم تحقيق لازم هذي اوما النورماء العادية تصرا في كل دول العالم صح باش واحد يقول لك اضربني ولا واحد الدنالي ولا واحد غير طيحي بكلمة مكاش مكاش هذي نشدق لها ضروك ونشدق لها امام الله حقيقة بالصح الفيديو اللي درتو هاداك هما اللي قالوا اللي ديرو بسكو علاج كنت انا تحت ضد وكان طمعو فيا بالمحامي انا درتو قبل ما تصرا هذي الضربات على المحامي تاع فالانسيا سمان اكدين ماشي معاهم في الفيوم تاع الصح اهم يخربوني وصحرامي جوالي ايا وصحرامي ريكدوني وصحرامي ديرولي هما ركبوا الموجة على ظهري لما شافوا الاعلام يتكلم عليها ركبوا الموجة على ظهري وفاريق وفاريق عامل لا فاريق عامل لهول وقادي نجافي فراشهم وطبطين بكوفرطة علمه وهذه كونك هذه الفارق العالمي لاخدار خرجوهم الفيديوو قالك هذا اللي يكون يحضاري تعذبوا منتحدهم اخرجوا فيديووات امير لذات اللي تكلمت بهم من 11 إلى 18 فيديو اخرجوهم ماذا عندما خرجتهم شو واذا أخرجتهم اعنora كش او صراح كش او احد اهضرب كش او احد اه كش او اماني محامي يخرجوا قلبي لي تعذبوا ماذا يصرا لي واسم خرجوا الفيديوهات خرجوا الفيديوهات امير لذات خرجوهم فهو فقط خرجوهم وانا خرجها ناطق وانا أخبروهم قال لي رايكو بيري معنا قال لي خليه محمد العرب الزيتوت قال لي طبع شو لد الناس على رسالهم انتحداه الى هو راجل انتحداه الى هو راجل وانشر الفيديوهات 11 فيديو اللي تكلمت يوهم ملاء عبر ليزاد كي كوت في الحبس البالونسية قلت له انشرهم وتكلمت مع اسمع يقوم قلت له انشارهم قال لي رايكو بيري معنا خليهم انشرهم انتحداه انشرهم نتحدى هنا شرمنا نخرج ونقوم بإمارديزة أنا نقوم بإمارديزة ونقوم بإمارديزة كيف تنتعمل عمد الله كيف بعت الناس يسبوه كيف يدير لي كله وكيف يحاول دائما أنه لازم هو دائما يبقى في السحر لازم دائما تبقى تصبباته لازم تقول تعيثه غير صحفي أو صحفي أو غير صحفي وفي حياتهم أقرأ كلمة طرفة ومعيش يخرجها نتحدى يخرجوا الفيديوهات من 11 إلى 18 فيديو اللي تكلمت كل ما دائما بإمارديزة اختبتنا لنا تكلمت مع آسيا بشود كنا درنا كانيوت هذه كانيوت درناها في فرنسا حلناها بالباند حلناها على اسم دريس السي عبد الله دريس السي عبد الله دخلوه الدراهم دانيار موغي صامه مع نهاس بزائف وكانت أنه من 11 أجم من الدراهم دخلته 28 ألف أورو بوندع دخلته ثم كانت أورو 31 ألف أورو دخلته آسيا قشفود ومحمد العربي الزيتوت قالوا لي عايتون في التلفون قالوا لي أننا خلصنا 14 ألف أورو لمحامين مادريد دراهمهم أبقى ومالكانيوت هذه التي كانت فيها 28 ألف أورو وآسيا قشفود كانت عندها 14 ألف أورو مصدر تحمل مساعدة مالية كانت أورو مع أي شخص يقليك كارت فيزا يمكن أن يتبرع لك في الخارج محمد العربي الزيتوت تواصل معها قالوا أننا خلصنا 14 ألف أورو وتواصلت مع آسيا ثانية كانت تواصل مع آسيا قشفود كانت تقول للمحاميرون أننا خلصناه 14 ألف وكان المحاميرون يخدمون لهم القضية والأمم المتحدة هذه كذبة لم أخلصوا لي المحامير 14 ألف أورو المحامير الذي كان عندي في فالونسيا من نهار الأخر قبل أن نأتي هنا وقعت له وثائق بللي ما رحش يخلص إذن هالك تار 14 ألف اللي قالوا لي غادي خلصوا بها المحامير كذبة ومكش منها هنا ينعاود لولي اللي كذبوا الدجاجة اللي رامد عاملوا به ويديروا فيه كي كد في في فرنسا هما خرجوا قالوا يقولوا بللي درنا له محامير من أشهر المحامير في فرنسا وجا عنده رح عنده زاره أنا ما جا عنده كا واحد في في القارضة وجا عنده محامير داروها لقودس قلت لهم أعطوا لهم محامير قالوا لهم أنا أعرفوش قالوا لهم أعطوا لهم أعطوا لهم أعطوا لهم أعطوا لهم أعطوا لهم قالوا لهم قالوا لهم هم قالوا لهم مقرون باطوني وهم يتحرك ويخافوا منه قالوا لهم قالوا لهم قالوا لهم وكان في التواصل مباشر مع الشرطة وكانوا بالتليفون ما؟ قالوا لي أنا في المتاج في السيلونة وتقولوا لهم تتوصي محمد العربي زيطط عندما عرفته فيه في 3 سنين جميعا تلاقيته جميعا نظر معاقي في التليفون عندما طحت في فرنسا في القارضة في 24 يوم لا يوجد مجلس بريطاني يعني مواطن بريطاني يعني محمي لماذا مجلس الفرنسا القارضة في القارضة في هذه واحدة و لماذا مجلس الفرنسا عندما تمكينه قريب 9 ايام أو 10 ايام لماذا لا يمكن أن يأتي الساعة مع الناس في الصندوق الديتونسيون الذي كنت فيه هنا في السوافة في فرنسا و السوافة في اسبونيا ان حصل لديه 0进ورة ما ساعة و 4 تنجل مواطنة بريطانية دورة لم يكن هناك في انتصالات رؤيتها لذا لم يكن هناك ايضاً مواطنة مواطنة بريطانية و لديهم جزيزية بريطانية و لا يؤخشون من أوروبا و لا يتكلمون معها لماذا لم يتيش؟ تقول لهم عندما يجحون ان يبثلون ميجاح بشعجة و يقول لهم اخوانك سيضاكم اديرون اواسور اخوانك سيضاكم وقاموا وقاموا أمير ديزاد قبل كان يطاكي فيه كان يطاكي فيه هو الإشكابية بعد ذلك يدخلون إلى القاضاء وقالوا يبكي عليها وقاموا معي بطير على أس بشيبان هو الموقف بصح هو الأربيزيتوت الأزوج يخدموا في مصارح تاحن كل واحد يحاوش يدير بيك البرز لكي يكسب بيك شوية عدراهم في اليوتيوب لكي يدير بيك فيديو لايش في اليوتيوب ويدي بيك شوية عدراهم وقاموا بيك ويحاولون الأربيزيتوت يحاولون أن يتلئ ميل الاثرى اليوم في السنطر التعالس وقاموا بشأن اخفاء وقاموا بشأنه وقاموا بشأن في الساعة gratis لم يكن هناك 9 يام أو 10 يام لم يكن هناك في ساعة تالية لكي يقولون أنتم وأنتم 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 لماذا؟ أنا محمد العربي زيتوت وأمير ديزاد ما داروا لي ويلوب ما داروا لي ويلوب؟ ما داروا لي؟ ما داروا لي؟ ها داروك ها داروه كده هم هم قاعدين متضاربين على المناصب وشكل يديل باز كتر ما لابلي شنايات هما داروك هم في بواحد في باري يخدم معدي أستي واحد مع باش يخدم ما هذا ما تستفاج منهم خلال ثلاث سنوات نعرف في محمد العربي ونعرف أمير لما تقرر منهم عرفت الحقيقة تحتهم حقيقة تحتهم أنه ما يخصهم والو هذا ما يخصهم لالبلاد التسجم ما قاعدين يكذبون الناس برق هذو ناس دي مرجونير قاعدين يخدمون الدراهم يديروا في الباز يجيبوا في الدراهم يدخلوا في الدراهم باليوتيوب ومبادرة هذه السياسية اللي كان معاولة ديرها رئيس الجمهورية وكاش قاعدين يطلع لها وكاش يقلع لها وكاش يقلع لها وكاش يقلع لها ما يقول لكش عنها لأنه هما مستفادين هما دايما يحبوا يخربوا بولاد الناس حيش دايما يطبعهم على رصادهم ودايما يحرقوهم ودايما يخلوهم يخلوهم يشغل دمية يتحكموا فيها كما يبقوا يخطيك وش يحبوه وش يجيوش تحب انتا أنا لو كان سمعت باليكاين عافي من اللي اول نقدر من في الباصبوري وروح السفارة نتكلم معهم ونسني على وقت العاف وندخل لفلاده صح غلط كما كسلي ما يغلطش غلط حقيقتا غلط ايه وندخل لدي العيقات التاعش على اللي يكتب لي ربي ومن بعد يرحمها ربي أنا غلط أنا صح غلط وارتكبت أخطاء وسبيت نتمنى من الناس وعلى من الناس اللي سبيتهم أو اشتمتهم أو تكلمتهم ونتمنى يسمحوا لي غلط على واحد إنسان كان مغرر به كان لغالب كان تحضره في ضيقة كان تلاجئ ما عنده شوش يأكل ما عنده شوش يشرب كان كنت نتلقى في التعليمات لغالب أنا إنسان والإنسان دائما إنسان خطأ أنا غلط غلط أنا أتعرف بالغطاء التعليم ما نقول له أنا أتعرف بالخطأ التعليم وقلت بلي أن هذ الناس حقيقة اغتنموا بي الفرصة وخدموا بي وداروا بي أمور لي ما تنجرش أني ندمت على الشيلي درسنت منها من رئيس الجمهوري يسمح لي ويطبق علي العافو أنا أقول له هذا محمد العافية أقول له حجم على رفق الكبير الكبير تطبع في أولاد الناس وتختمب أولاد الناس وقاعد ترسل في أولاد الناس الكبوسات أنا شخصيا دارها معي في العديد من المرات أنا بالنسبة للشاهدة أقول له هؤلاء منذي أو أولادية نقول لهم تعفو لي هذه التجربة شخصية تجربة شخصية ما نجح ما كشل إهداء اللي معطفه في غراسي يقول إهداء تجربة شخصية حقيقة اختيكم 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 من هذ الناس أنا نقول لي ما تسمح لي باشقو أغبنتها معي بززاف طيد التلت سنوات أغبنتها معي تعالصح أغبنتها معي تعالصح محمد العرب يزيتو قاسية كشوكسية وتواصلوا معي ما تواصلوا معنا نقول لهم لا تقوم باش راسك في راس هذو كل المرتزي قال لي هم في الخارج وحزيه لقوبيت هذو كما نقولوا بالعلمية هم دخلين جزير في حد محمد العرب يزيتو أمر ديزيت صح صراحة هم دخلين جزير في حد نداما نداما لغالب نداما نجي مع الأخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر